هذا التخبط الموجود في أمريكا لا ترى أنه بمثله يوجد تخبط في الشأن الروسي أو في القرار الروسي بالنسبة لهذه العملية روسيا يعني كما قلت لك مع قصد تحديدا قصد مقربة من النظام ولكن قصد لا تثق بروسيا كما تثق بالأمريكان بنفس الوقت تركيا لا تثق بالأمريكان كما تثق في روسيا روسيا ليست معارضة بالجملة أو بالمطلق للعملية التركية المحتملة لأن هذه المناطق يوجد بعض النقاط للنظام روسيا اليوم تفاوض قصد وتقول لها اخرجي من هذه المناطق وسلميها للنظام نظام بشار الأسد بودها أن تجعل تسوية من هذا النوع لكن لا يمكن هذه ميليشيا مجرمة محاربة ليست من عقليتها التفاوض والتنازل إلا باقتلاعها من جذورها أو إلا عبر حرب أو عملية عسكرية ليست فقط جوية وإنما برية لإنهاء مقراتهم وإخراجهم اليوم هم مستفيدين هذه المنظمة هي مستفيدة من هذا الوضع الخلافي أو الوضع المتباين ما بين أمريكا وتركيا وروسيا مستفيدة أنها تستغل وتستثمر هذه الآبار الآبار النفط اليوم هي في أيدي قصد وحكم هذه المناطق بأكملها هو في يد منظمة قصد ترجمة نانسي قنقر